بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات طلبة التعليم الفني أعزائي طلبة التعليم الصناعي الصف الأول قسم أعمال الخرصانة المسلحة أهلا ومرحبا بكم في حلقتكم وقناتكم الجميلة يعني المرة اللي فاتت أو الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا ونواهنا واشتغلنا عملي وقلنا عرفنا إيه هي طبوة للجنب وإيه هي تكوين أو الخامات كمان اللي بتستخدم في الأواعد عرفنا العدد المستخدمة في الأواعد وعرفنا إيه هو يعني تكوين الجنب بتاعي بتكون من إيه من ألواح لتزانة وبتكون من وكمان بتتسبت ألواح لتزانة دي بإيه بتتسبت بالعوارض وجمعناهم مع بعض وبدأنا إن إحنا هنشتغل بس إن شاء الله النهاردة هنبدأ نكمل مع بعض تثبيت الجنب إزاي وبنقول إزاي بقى أعمل الجنب بتاعي وسبته من أول بإيه ومن الآخر بإيه والعوارض كله قد إيه بالزبط وخليك معايا هنبدأ نشوف الجنب بتاعي أهو زي ما جمعناه المرة اللي فاتت الثلاثة الواح بتوعنا لقلنا ارتفاع الجنب بتاعي ثلاثين والعوارض بتاعتي أهي بعدد العوارض تقريباً اللي أنا المفروض هشتغل بيها وعندي جبنا لوح تدكيم ولوح تشكيل أهو ده نموذك طبعاً وملونه لك عشان يظهر ولو اشتغلت وتحركت بهذا يعني المنطلق الألوان اللي انت شايفها دي هتبقى تحفظها في دماغك مش هتنساها خالص حتى لو الخشب بتاعك متعسخة رصانة أو متبهدل أو بتاع ولكن ما أنا بتكلم فيه إن حضرتك تكون واعي انت بتثبت إيه لوح الجنب بتثبت بالعوارض ولوح الجنب ده من خشب اللي تزانى أهو ببدأ أجيب العرضة بتاعتي فيه واحد يقول لباش مهندس أنا عايز أبدأ الجنب بتاعي العرضة من الأول ماشي ابدأها من الأول يعني من بداية الجنب كده يعني احنا هنسبت لك الجنب كده يعني النموذك بتاعنا هنحاول نخليه سابت عشان نعرف نتحرك فيه أو أعرف أرفع لك الجنب وودهولك وجيبهولك بص ثانية واحدة بالزبط معايا كده ده الجنب بتاعي تقريباً بيكون بالشكل ده أهو ده الجنب تلك تلواح سبتوا مع بعض أهم أو موجودين مع بعض على أساس أن أنا أعرف أسبت لك العرضة اللي جاء هذه العرضة بتاعتي هي لونها أبيض زي ما حيثك شايف كده واحد عايز يسيب من بداية الجنب يسيب اتنين سنت ونص آه ممكن تسيب اتنين سنت ونص بس ليه؟ أنت هتسيبهم ليه؟ أيوا باش مهندس ما أنا هقاجي أسبت جنب تاني زي كده وسمك الاتنين سنت ونص سمك الجنب ده أو الخشب بتاعي اتنين سنت ونص يبقى عشان يعشق معايا الجنب كده برافو عليك ده ممتاز جدا 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 يبقى العرضة دي عملت معايا إيه؟ عملت قفل الجنب الفرع اللي جاني والجنب الأصل اللي أنا بسبته مسكة الجنب بتاعي معايا يبقى أنا أعمل حساب الكلام ده فين؟ في الجنب اللي بعديه طيب يا باش مهندس واحد يقول لي لا يا باش مهندس أنا بقى هخليها من بداية الجنب على طول طيب برضو عمل حسابها كده ليه؟ من بداية الجنب يعني مش سايبه أي حاجة يعني لطش على بداية الجنب على طول ما فيش أي مشكلة مش سايبه حاجة ليه؟ العرضة الأولينية على أساس إن أنا باش مهندس هاجي قدي الجنب اللي بعديها ده هقوم مركبه عليه كده لطش من جوه زي ما حاضرتك شايف كده يبقى دي العرضة دي والجنب ده جي دخل معايا على جوه يبقى قورة الجنب التاني هي اللي باينة قورة الجنب اللي هو الفرع بتاعي اللي جيه عليها هي اللي باينة برضو نفس الكلام قوت الجنب ده واشتغل معايا كويس أهو قول قورة اللي باينة هنا هي قورة الجنب ده اللي باينة وده دخل هتعلي لطش الأول المرة اللي فاتت كان الجنب بدايته فين القورة دي اللي باينة القورة الجنب اللي أنا بسبته هي اللي باينة تمام؟ يبقى ما سيبتين سنت ونص دي اللي هتبان لما سيب ما سيبش حاجة خالص في الجنب ده يبقى مين اللي هتبان؟ مين؟ أهي يبقى دي اللي هتبان والعرضة بتاعت الجنب ده الجنب التاني هتتسبت على خمسة سنتي يبقى أنا هنا ما سيبتش حاجة طبيعي دي هتت ايه؟ هتتتسبت على خمسة سنتي خلي بالك من الحتة دي اكتب الكلام ده الكلام ده مهم جدا 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 ناس كتير تقولك أنا أسبت الجنب ايه؟ مش عارفة أسيب عشرين أسيب خمسة أسيب خمستاشر انت سبتها ليه؟ الكلام مش ان انت سبت الخمسة أو سبت الخمستاشر انت سبتها ليه؟ عايز تسيبها هتعمل معاك ايه؟ المصلحة اللي هتعملها العارضة معاك واحد تاني هيقولك طيب يا باش مهندس أنا هسبتها زي الجنب ده كده وهاسيب مسافة حوالي ستين أو خمسين سنتي أو تلاتين سنتي ماشي يبقى انت هتعمل بيها ايه؟ يبقى انت هي في دماغك حاجة يبقى انت هنا هتركب عليها حاجة اسمها افل على طول اما من خشب الفليري او من خشب الايه؟ الموسكي او افلين جنب بعض من خشب الاتزانة على الجنبين اللي هيجوا مع بعض دول بقى اديها افل من لوح الموسكي او عرق في الليري يمسك الجنبين ببعضيهم طيب خليك معايا نسبت الجنب مع بعض او نعرف ازاي بنسبت الجنب بتاعي عندي العارضة بتاعتي بتكون بالشكل اللي حضرتك شايفه ده اكيد يعني هي ظهرة من عندك هناك باجي اقوم سايب المسافة اللي انا عايزها او اشوف الى الطريقة اللي انا هشتغل بيها ايه وقوم سبت الايه العارضة بتاعتي وتكون معدية شوية من الايه من الجنب بتاعي واسبتها في كل الايه في كل الخشب بتاعي بالمسمار كل لوح بياخد مسمارين على الاقل عشان الجنب ميلفش معايا ويلب معايا كل لوح بياخد مسمارين تقريبا باجي بعد كده اثبت الحطة او الايه العارضة اللي بعد كده من فوق شاتيجي تيجي من الجنب كده عشان ده زي ما قلنا نموذج باجي بعد كده اديله العارضة اللي الاخيرة اهي وبالمسافة اللي انا برضو حددتها عندي يبقى عندي الجنب اهو سابت معايا مية المية بالايه بالعارض بتاعتي طيب باش مهندس العارض دي كل ادي ايه العارضة كل ادي ايه العارضة بمسافة زي ما قلنا مسافة محورية لانها من خشب لتزانة وبتعمل على تثبيت طبالي الجنب اللي هي طابليت الجنب اللي انا عملتها دي اللي انا جمعتها وبتجمعلي الجنب مع بعضيها او الجنب الواح الجنب مع بعضيها بتكون من خشب لتزانة قطاع واحد في اربعة بوصة تمام باجي بعد كده المسافة بين العارضة والعارضة بتكون اديه مسافة محورية كل كام كل خمسين سنت كل كام كل خمسين سنت طيب ابدأ بعد كده لما اجي اسبت هقوم عامل عليها الايه عليها لوح التدكيم ادي لوح التدكيم من هنا اهو لوح التدكيم ولوح التدكيم بيكون برضو من خشب الايه من خشب لتزانة سمك كام ها حد فاكر قول معايا ايه وساكت ليه قول سمك واحد بوصة في او قطاع واحد بوصة في اربعة ايه اربعة بوصة اهو ادي لوح الايه لوح التدكيم سبتتوا فينا يا جماعة سبتتوا فينا باش مهندسين اسفل الايه اسفل الجنب لان لوح التدكيم بيعمل معايا ايه بيشيل الدكمة بتاعتي اللي هتقوي الجنب منين هتقوي الجنب من تحت لوح التدكيم هيقوي الجنب منين من تحت تمام طب ايه بقى اللي هيقوي الجنب من فوق ها خلي بالك ده مهم جدا الكلام ده اها ايه اللي هيقويه سمع واحد بيقول لي انت قلتلي يا باش مهندس الحصة اللي فاتت او في اول الحصة على ايه ان احنا نسبت لوح اسمه لوح شكاة جميل جدا جدا وانت طالب فاهم وطالب ناصح وعارف انت بتقول ايه ونقوي ان شاء الله تخش كلية هندسة وانا بكون فخور بيك اما تخش كلية هندسة او يكون عندك مشروع كبير تقدر ان انت تكون مقاول كبير من الكلام ده ولو نفزت الكلام ده باش مهندس ادي عندي الجنب اهو الالوان اللون اللي تقريبا مايل للسمار دوا اللي هو الجنب بتاعي اهو من جوه الجنب ادي لوح اتنين تلاتة متسبتين مع بعضهم باللون الابيض اللي هو العوارض بتاعتي اهي ومن تحت بلوح التدكيم ومن فوق بلوح الايه التشكيل حد يقول بقى لوح التشكيل اللي انا سبته عرفنا لوح التدكيم حد يقول لي لوح التشكيل بيه او الجنب ازاي بالشكال بتاعي طبعا اللي بتسبت على المادات اللي قدناه في الحلقة اللي فاتت نخلي بنا ومننساش وكرستي تبقى معايا اكتب كل حاجة تكتب كل حاجة ورايا عشان تعرف تشتغل بيها ان شاء الله في تمرينك والكلام ده هيتعاد في الايه في سنة تالتة هتبدأ تسبت الشغل دوت وتشتغل الشغل ده كويس جدا جدا فين في سنة تالتة بإذن الله لو دونته كويس وكتبته بيفضل معاك على طول بإذن الله في شغلك كامل بقى احنا كده كمنا وخلصنا الجنب بتاعي اهو اسبته بالطول المطلوب بالمقاس المطلوب ابدأ اقيس عليه المقاسات بتاعتي اللي انا عايزها من الداخل كده ابدأ اقيس كده وهنبدأ نشوف دلوقتي عملي انا بقيس ازاي وبشتغل ازاي بعد كده بيقول لي هو ايه خلي بالك معايا على الشاشة كده ابعد عن خيط المحور مقدار نصف قطاع الاعدة جميل اللي احنا قلناها من شوية وقوم وقوم بايه بتسبيت طابلية الجنب بالدكم من اسفل وبالشكلات من اعلى اللي هي زي ما قلنا دلوقتي واللي هو لوح التدكيم ولوح الايه ولوح التشكيل اهو تمام بسبت الدكم من تحت والشكلات من فوق بلوح التدكيم ولوح التشكيل على لوح التدكيم وعلى لوح التشكيل كل خمسين سنتي اللي هي وراء اللي هي وكمان بسبت الشكال من اعلى واعلى الجنب كل خمسين سنتي بعد التأكد من ان الجنب عامل ايه رأسي جدا بواسطة ميزان المي يبقى لازم اما اجا سبت الجنب بتاعي اثبت الدكمة على لوح التدكيم اثبت الجنب بتاعي بالمسافة المطلوبة وسبت الجنب بتاعي من فوق بالشكال على لوح التشكيل باعمل ايه باوزن الجنب وزبطه من فوق بالوح ايه او ميزان المي باجي بعد كده بقول تأكد من ان زوية القاعدة زوية قائمة ومسبتة بالابائيب هنعملها دلوقتي وهنشوفها ازاي مع بعض ادي القاعدة بتاعتي اللي انا المفروض هبدأ اشتغلها دلوقتي خليك معايا نجيب الجنب بتاعي او الجنب اللي احنا جمعناها مع بعض وسبتناها مع بعض اهي ادي الجنب الاولاني اهون وسبتناه ادي لوح اتنين تلاتة مع بعض اهم بس هنا النموذج بتاعي الجنب ده لونه ابيض ماجي وعندي العوارض بتاعتي سبت اللي جناب بالايه بالعوارض بتاعتي ادي الجنب التاني ادي الجنب التالت بتاع القاعدة بتاعتي اهي لوح اتنين تلاتة ده من جوه وده ظهر الجنب بتاعي اهو ودي الجنب الايه الجنب الراب انا باجي ابص زي ما قال لي اشوف محور الاعدة فين واشوف الاعدة بتاعتي كام وابدأ اجيب الجنب الاولاني ابدأ اجيب الجنب الاولاني وايس مسافة على الجنب وايس بالمتر مسافة وابدأ اعلم بالالم بتاعي اهو طبعا النموذج انا عمله مقاس معين او ششنة ده حيث ان احنا ما نبدأ ما نغلطش واجي اجيب الجنب اللي بعد كده طبعا انا باخد المقاس بتاعي هنيجي كده انا خدت المقاس من هنا اهو كل الناس شايفه خدت المقاس من اول الجنب لغاية فين لغاية اخر الجنب مش لغاية اخر الجنب كله لغاية اخر جنب المئ الاعداء نفسها بس لكن الجنب اطول الجنب اطول من الايه من الاعداء يا اما يكون محكوم وهسبتولك بعد ما نخلص دي هفكه وسبتولك محكوم تاني بس هنعمل ده على اساس ان ايه تبقى عارف وده افضل حاجة ان انا ابدأ ده افضل تقوية للجنب بتاعي عشان لو الحلقة ما كفتش يبقى احنا عارفنا الاتنين لو هاعمل الجنب بتاعي محكوم هاقوله لك اهوت عشان بس ايه يبقى احنا قلنا كل حاجة لو الجنب محكوم اجيب جوانب محكومة زي ما حضرتك شايف كده ايه وابدأ اسبتها في بعضها يبقى الجوانب دي عرفت الاعداء قد ايه عرفت الاعداء كام في كام وجبت الايه الجوانب بتاعتي وسبتها عادي خالص زي ما حضرتك شايف كده تمام يا بشمهندس انا سامع واحد بيقول طب وتأويتها هتكون ازاي الاعداء اللي هي محكومة دي اهي ده شكل الاعداء بعد اما تسبتت او تسندقت بمعنى اصح الصناعي يقولك عليها سندقت الاعداء وطبعا احنا سبتنا الاعداء او بنسندقها بمسمار واحد بس من فوق لان لسه كده ايه بعد كده هاعمل فيها ايه ها حد يقول لسه هازبطها هازبط ماستها من تحت وهوزن الايه وهوزن الجنب بتاعي الاربع اجناب هوزنهم كل جنب هوزنهم مرتين مرة من الاول ومرة منين مرة من الاخر والوزن بتاعي بيكون من جوه الايه من جوه الاعداء الاعداء دي لما جاء اقويها بقويها ازاي بشمهندس يا امتا اسبت لها حاجة اسمها عندي مثلا اجيب لها عوارض عالية واجي اقوم جايب اقوم عامل لها حاجة زي كده من بورا العوارض بقوم عامل لها حاجة اسمها لوح حبس واللوح الحبس هنشرحه دلوقتي تاني باستفادة بيبقى لوح حبس من هنا ولوح حبس من هنا ولوح حبس من هنا طيب بشمهندس في حاجة تاني او في نظام تاني اقدر ان انا اقويها به اه اقدر ان انا اعمل لها ايه حاجة اسمها لوح حبس برضو من المسافة اللي فوق دي ابدأ ازبطها كده اهي زي ما حضرتك شايف كده وهنشرحها تاني برضو بس بعد لما نخلص ايه الاعدة التاني طيب نكمل الاعدة دي واحنا شغالين ادي عندي الاعدة سبتتها سبتت اللي جنب بتاعتها زي ما حضرتك شايف كده دي كده اعدة يعني تعتبر سبت او قطعت اللي لوح بتاعتي بطريقة محكومة جدا محكومة جدا بعد اما سبتت اللي جنب بتاعتي من فوق وصيبها سيبة كده من تحت بابدأ اعمل ايه بابدأ اسبت المددات بتاعتي ادي اول مدد اخد المسافة بتاعته مسافة المدد اهي بس انا هسبت لنحيتي عشان اورهولك ده مدد عندي اسبته بالايه المدد اسبته بالخوابير اسبت المدد ده بالخوابير اللي هو ده ظاهر عندك اهو اسبته بالايه بالخوابير طيب يا باش مهندس انا عايز اسبت المدد انت هتسبتلي المدد بالخوابير طيب بعد كده ما سبتنا المدد بالخوابير هبدأ اسبت ايه هسبت لوح التدكيم لوح التدكيم هو اللي هيسبتلي جنب الايه جنب القعد قادي لوح الايه لوح التدكيم بتاعي اهو برضو لوح التدكيم قول معايا من خشب ايه محدش سأل يعني انا مش شايف حد بيتكلم يعني مندمجين في الرسم ولا مندمجين في ايه ولا في الشغل ولا في ايه بالضبط ده لوح الايه لوح التدكيم اهو من هنا ودي لوحة التدكيم التاني كمان من خشب الايه من خشب اللاتزانة قطاع واحد في اربعة بوصة وقطاع واحد في خمسة بوصة صح كده مقساته بالاطوال اللي انا ايه اللي انا عايز طيب ادي لوحة التدكيم اهو سبته وابدأ اسبت عليه الايه المداد بتاعي هنسبت المداد اللي الناحية دي مثلا انت شايف لوحة التدكيم بتاعك اهو المداد بتاعي فاجيب المقاس بتاعي او اجيب المتر وابدأ اشد ايه اشد من من الجنب بتاعي مسافة تكفي ان انا سبت وان هي تقوي عندي الجنب بتاعي زي ما حياتك شايف كده تمام كده اهو وابدأ اجيب بعد ما سبت المداد بتاعي كده ده المداد اهو بسبته فين في الارض بالخوابير وادي الخوابير بتاعتي اهي ممكن اسبت كده اهي بطريقة ايه بطريقة شطرنجية بطريقة شطرنجية تمام لأ ده من هنا يبقى انا سبت المداد وسبت لوحة التدكيم كده ابدأ بابدأ اسبت ايه العوارض بتاعتي اللي هي اسمها ايه اللي هي اسمها الدكم طيب انا عايز عشان اخلص الاعداء لان ده نموذج مش هعرف اسيبه مكانه هابدأ الفه معاك هابدأ اعمل ايه بس كده تشكيل الشغل اللي احنا وانا دلوقتي ده لو انا بشتغل فين لو انا بشتغل برا بلاقي الشغل كده بس هاستسمحك ان احنا هنعمل ايه هنسبت ال الواح اللي هي لوحة التدكيم ولوحة ايه ولوحة التشكيل عشان نشتغل شغلنا كله بالمرة على طول ولوحة التشكيل اهو قلنا من خشب ايه قلنا من خشب الايه اللي تزانة برضو اهو ماشي يا جماعة تيجي بعد كده واندي الجنب التاني لوحة التشكيل برضو من فوق بيكون اعلى الجنب بحاول اسيب تخانة بس عشان احط في الايه عندي كمان ده المادات التاني وليكن عشان الكاميرا جايباني كده اهه اجي بعد كده اعمل الدكم بتاعتي اهي الدكم من خشب ايه اللي فكر كده يقول ها من خشب اللتزانة ايوه سمك كام سمك كام واحد بوصة في اربعة بوصة تمام وخمسة بوصة واحد بوصة في اربعة بوصة وخمسة ايه بوصة دايما تلاحظ ان الدكم بتاعتي تكون فين تكون مسكة من اول من المادات من المادات الى الايه الى الايه الى لوحة التدكين بتاعي اللي هو من خشب اللتزانة برضو من اسفل الايه وانا بثبته بقوم جايب ميزان المية ميزان المية معايا اهو وقوم عامل ايه وقوم وازن اهو بميزان المية لا بميزان الخيط ما معيش بميزان المية دلوقتي يا اما بميزان المية يا اما بميزان الخيط وده بيستخدم في الضبط الرأسي وده بيستخدم في الضبط الرأسي انا هاوزنه لك من بره عشان يظهر في الكاميرا كده ابدأ اوزن من بره الجنب بتاعي اهو احط الخيط بتاعت انا وريتك وانت حضيتك شفت وفهمت ازاي اوزن باوزن منين يا جماعة من الاول واوزن منين ومن الاخر ما ينفعش اوزن من النص طب لو وزنت من النص يبقى انا باعمل ايه يبقى انا كده بخبط الجنب بتاعي مش هيطلع مزبوط هيطلع ملفوف وكأني ما وزنتش خالص يبقى باوزن من اول الجنب يا من اخر الايه من اول الجنب ومن اخر الجنب الاثنين لازم اوزن الاثنين من اول الجنب ومن اخر الايه الجنب طيب افرض الجنب من النص مقووس يبقى الخشب فيه مشكلة الوزنة من النص مش مزبوطة يبقى الخشب فيه ايه مشكلة لو طويل هيبقى مقووس وفيه مشكلة اعمل فيها ايه اضطر اوزن وزنة تالتة من النص وابدأ ادكمها دكما جمدة من ورا العرضة اللي في النص أو لو ما فيهاش عرضة أديها عرضة واشحطها جامد هتعدل الجامب معايا بعد ما روشه طبعا بالماء طيب يا بشمان لزبطت أنا الجامب بتاعي وسبت بقى الدكن بتاعتي في المداد وفي لوح التدكين وسبت الدكن بتاعتي في المداد كمان ولوح التدكين من هنا طيب بعد كده بسبت مين بسبت الشكال للجامب بتاعي خلي بالك الشكال اهو لازم الشكال يتسبت على لوح الايه التشكيل انا اجيب ده لون تاني عشان تشوفوا اهو دي برضو من خشب اللي تزانة بس لونها ابيض من ضمن النموذج اللي فات اهي بسبتها من فوق من هنا على لوح التدكين لوح التشكيل من فوق وعلى الدكمة من تحت بس بتكون في قلب الايه بتكون في قلب المداد واحد يجي لي سبت الايه يسبتها كده يبقى مطيرة كده الشكال مطير كده ماينفعش لو الدكمة دي مطيرة اجا سبتها عليها هتكسر للدكمة وهتخلعها لي من الجامب اسبتها عليها كده هتكسر للدكمة وهتخلعها لي من الجامب مثلا اجا ثبت دي لازم تكون مرتكزة على ايه على الدكمة وتكون فوق الايه فوق المداد يعني المداد اهو تكون هي فوق ايه على طول فوق المداد يعني الشكال يكون متسبت من تحت فوق المداد على طول مباشرة لو جي في النحية دي بص هتعمل ايه في الدكمة لو جي من النحية دي من الاخر كده وثبتت على الدكمة هيقوم خالع الدكمة منين من عند لوح التدكيم فمش هينفع وهتبقى شكلها مش مزبوط اهي اه دي لوح الايه التدكيم التشكيل انا عملت الدكمة على لوح التدكيم من تحت وقويت وعملت الدوء الشكال على لوح التشكيل من فوق نفس الكلام بياجي فين على المداد التاني اللي بعديه اللي هنا اهو بقوم ادي له الشكال بتاعه برضو فوق لوح التدكيم فوق الدكمة من هناك دي من هنا اهي وثبتها بالمسمار كده يبقى انا قويت الجنب من تحت بالدكمة يبقى الجنب من تحت اهو متقوي بالايه متقوي بالدكمة من تحت لانه متسبت الدكمة متسبت على لوح التدكيم ورا العرضة على طول ومن فوق متقوي بايه متقوي بالشكال من فوق على لوح التشكيل بتاعي اهي على المسافة بتاعت دي طيب يا استاذ بعد كده فيه ايه تاني انا كده عملت المددات عملت الجوانب بتاعتي سبتتها تمام تمام وسبت ايه يعني القعدة الجنب بتاعتها زي ما حضرتك شايف كده سبتت معايا طيب بعد كده ايه اللي بيبقى ناقص عندي بيبقى ناقص حاجة اسمها ها والمعايا ايوه اسمها ابا ايب الابقاب اللي بتحط في اركان القعدة اللي بيزبط لي كورنر القعدة يبقى زاوية قيمة بحيث انا لما يجي اراجع على الصناعي الاقي الصناعي ده شغله مزبوط 100% اهي ارفعها لك سنة بحيث تظهر معاك اهي ده ايه اسمه ابقاب والابقاب ده زي ما شرحنا وقلنا دلوقتي من خشب الايه من خشب اللي تزانة خطاع واحد فاربعة واحد فخمسة بوصة بيعمل على حكم او بيعمل على تقوية الايه الزاوية لجوانب الاواعد لتقوية جوانب او زاوية اوانب او بيحكم الزاوية بيخليها ما تتحركش بعد ما قسها اخليها 90 درجة او محاطة الابقاب بتاعي يقوم متزبط معي طب في ابقاب تاني ممكن حاجة تاني اقول عليها ابقاب اه في حاجة تاني ممكن اقول عليها ابقاب يعني مثلا لو جبنا جنب زي كده لو جبنا الاعدة بتاعتي وعايزين نقويها من فوق ونمسك كمان يعني نمسك نعرف المسافة بتاعتي قد ايه ونحصر المسافة بتاعتي الاعدة بتاعتي بقوم جايب لوح اخليه يمسك من الاول ويمسك من الاخر او يتسبت في الاول في الاخر في اول الاعدة وفي اخر الايه وفي اخر الاعدة لوح في اول الاعدة ولوح في اخر الاعدة ده اسمه ايه برضو في الحالة دي اسمه ابقاب بسبت واحد في الاول وواحد في الاخر بيعمل كذا حاجة زي ما ده بيحكم الزاوية خليها تفضل زاوية قايمة ده كمان بيحكم المقاس بتاعي بيخلي مقاسس القعدة في الأول كده مظبوط زي ما هو زي ما قصته المتر متر والمتر ونص متر ونص ويحط واحد تاني في الآخر يظبط لي المسافة بتاعتي يخليها مظبوطة زي في الأول بالظبط وكمان قدي له اتنين في العرض برضو نفس الكلام ماشي واحد في الأول واحد فين واحد في الآخر طيب يا باش مهندس أنا كده عملت الأبقاب ده وزبطت الدنيا ايه اللي فاضل عايز بقى اعرفك الطريقة التانية لتثبيت الايه لتثبيت القعدة برضو بحيث انت لما تيجي تتعمل قدامك ما تقولش ان احنا خبين عليك حاجة او يعني في حاجة نقصاك او حاجة زي كده طيب يا باشتر اجي بعد كده انا عندي الجوانب بتاعتي اهيه زي ما جمعناها وزي ما احنا سبتناها بالظبط ده الجنب بتاعي اقوم ماسك الجنب وايس عليه زي ما قلنا في الاول بس احنا طبعا سمعنا عرفنا اللي الناس هتقول اه يعني في حاجة محكومة او جت عندنا على الشاشة ان فيه اه القعدة بتاعتنا محكومة فقلنا لازم نسبت المحكومة الاول عشان نعمل اللي احنا ممكن نشوفها في السوق بعد كده انا بسبت الايه بعمل مسافة بتاعتي باخد المسافة بتاعتي كده باخد مسافتي المزبوطة اللي انا عايز اقسها او عايز اشتغل عليها واجه اقوم حاطط الجنب التاني بتاعي اهو وقوم مسبتها بمسمور زي ما قلنا في الاول اهي وقوم واخد مسافة تانية او مقاس تاني على الجنب ده ديب انا خدت المقاس ده اهو ده لك بزاوية شوية عشان تشوفها خدت المقاس ده وبص على رسم الاول اشوفه كام اخد المقاس المطلوب بتاعي اجي بعد كده اخد مقاس التاني الجنب ده ديبقى ده مثلا وليكن الطول هناخد ده العرض احنا قلنا ممكن هي تكون او هي عندي الميدة او الاعدة اسف الاعدة اه يعني مربعة اهي وابدأ ان انا على المسافة بتاعتي مزبوط اسبت الايه الجنب طب انا بسبت الجنب على المسافة ايه قدام العلام ولا بعد العلام ولا ورا العلام العلام بتاعي يكون من جوه من جوه جوه ما ينفعش يكون غير كده لازم يكون من جوه جوه الايه العلام بتاعي يكون جوه الجنب جوه الجنب ما يكونش برا الجنب الجنب ما يكونش ايه داخل الاعدة لان انا لو قاست ومش مظبوط وحطت الجنب بتاعي جوه او العلام بتاعي طلع يعني اقل من المسافة المطلوبة في الرسم بتاعي يبقى انا كده الراس الاعدة بتاعتها تطلع اقل من المطلوب في الحالة دي القعدة بتاعتي هتطلع صغيرة يبقى مش زي اللي في المنشأ يبقى هتبقى ضعيفة معايا ومش هينفع وكمان لو زودت عندي المقاسي الزيادة ده بيهدر معايا يعني خرصانة وبتاع بس بتبقى كويسة للقعدة ما فيهاش مشكلة كل ما الخرصانة نسبتها تزيد او هي الخرصانة نفسها تزيد او القعدة بالذات تزيد عشان خلي بالك في بعض المنشآت او الاعمدة مثلا ما ينفعش تزيد خرصانة عشان ما تجيش ايه طول بشماندس محمود قال ان الخرصانة تزيد في اي حاجة لا هي في القعدة بس لو زادت في المساحة ما فيهش مشكلة بديا ما فيهاش اي مشاكل خالص لكن في العمود لو زادت بتديني مشكلة عندي انها بترفع الحديد واتد مشاكل في الحديد بتاعي اللي موجود عندي دي بقى هنا انا ثبت القعدة دي بالطريقة الايه زي ما قلنا الطريقة الشطرنجية طريقة ايه شطرنجية هتبص يا ظاهرة عندك في الكاميرا هيت بس عشان ما ثبتناش من تحت ايه بص بتيجي تاخد المسافة بتاعتك لما يكون عندك اللي اللواح طويلة ما ينفعش تقصف اللي اللواح تمام احنا هناك اللواحنا كانت محكومة هنا اللواح دي طويلة فبمدها كده واللوح التاني او الجنب التاني بمده كده والجنب ده بمده كده والجنب الايه الرابع بمده او اطرفه كده بطريقة شطرنجية بيلف وراء بعض زي ما حضرتك شايف كده بابدأ بعد كده اقوي الجنب بتاعي زي ما عملنا المرة اللي فاتت بالزبط وبعد ما نخلص هنقول في طرق تانية للتقوية كتير اوي هنبدأ نتكلم فيه طيب بصة باش مهندس ادي المادات بتاعي اهو زي ما حضرتك شفت المرة اللي فاتت بالزبط بس هبط له الايه الدكمة والشكال الدكمة ايه وادي الدكمة التانية وادي الشكال بتاعي اللي انا هقوي به من الجنب من ايه من اعلى وهذا الشكال التاني اللي هقو بيه الجنب من اعلى ده المداد اللي عندي تاني اهو ده دياني الدكمة وده الشكال بتاعي زي ما حياتك شايف كده هي سببت المدادات وسببت الجوانب وسببت كل حاجة تمام التمام فيه حاجة تاني نقصة تقوية اه تعالى بص للجنب ده كده الجنب ده من هنا ممكن انا سببته ممكن يفلت مني ممكن انا قويته كده عايز ازود تقويته ازود تقويته ازودها ازاي او مجيب حاجة من الحاجات دي يا اما احطله عرضة ورا كده بس عرضة بتبقى عرضة داخلية للجنب واسبته فاسبتها في الجنب واسبت الجنب ده نفسه فيه يعني اسبت ده العرضة دي من هنا اهي حاجة تشايفها كده اهي ظاهر عندك في الكاميرا تمام يبقى ده سبت دي في الجنب ده عشان تسند الجنب ايه الجنب ده لان الخرصانة بتيجي تتحط في قلب القعدة كده بتخلي الجنب يبدأ ايه ينفاجر مثلا او هاي بتدوس على الجنب معايا بتدوس على الجنب الخرصانة ما تخش جوه القعدة هنا بتدوس على الايه الجنب خاصة لو هي خرصانة بامب فبتملع عندي القعدة مرة واحدة او بطريقة سريعة شوية فبتدوس على جنب الايه الجنب الخشب اللي انت عملتها دي لو ما كانتش متقوية كويس دي زيادة امان ليها ايه وبتبدأ نزبط على ايه هذا الايه الاساس طب انا عندي هل في حاجة تاني او تقوية تاني ليها اه في حاجة تاني ممكن نقويها بيها ممكن اجي بدل ما حط هنا لوح او قطعة من الايه من الخشب اللي تزانة احط قطعة من الخشب الايه في الليري مثلا او قطعة من الخشب الموسك تكون فضلة عندي اقوم حططها في المكان ده اهي كده مثلا اعتبر اللي اللي هناك زي اللي هنا اقوم حططها هنا كده تمسك لي الايه الجنب بتاعي اهي كله شايفة هي ظهرة في الكاميرا اهي والجنب ده بتثبت فيها والجنب ده كمان بتثبت ايه فيها انا لو جيتها احطها لك من هنا موجود اهي هنشيل دي اهي يبقى الجنب ده بتثبت فيها من هنا والجنب التاني بتثبت فيها من هنا ببدأ اسبتها فين في الاربع جوانب عندي زي ما حضرتك شايف كده كده يبقى انا قويت الايه قويتها من الاربع جهات او الاربع اماكن موجودين عندي اللي هم الاركان بتاعتي او الزاوية بتاعتي كلها كل الاربع زاوية بتاعي الاعداء بيتمتينة مية في المية دي بتسمى يعني عرضة افل لو انا ثبتتها عوارض مثلا زي كده او عرضة اسمها عرضة افل الزاوية ولو ثبتتها كده برضو بعمل لوح او عرق او فضلة اسمها بيسموها في السوق فضلة عرق اه تبقى زي نظام افل للزاوية افل للايه للزاوية طيب يا بش مهندس انا عندي تقوية تاني او شغل للتقوية تاني او كده اه عندي شغل او نظام للتقوية تاني ازاي يا بش مهندس الاعداء موجودة عندي ممكن يجيلي البش مهندس او الصنايعي يجيب اوايم زي كده يجيب اوايم زي كده ويقوم عامل فيها ايه ويقوم شايل انشيل دي بقى اهي ويقوم مسبت الاوايم دي ورا العوارض او ممكن تكون هي نفسها العرضة ادي الايم بتاعي اهو هو نفسه ممكن يكون الايه يكون العرضة اهي وقصد منه في اتنين تاني وقصد منه في ايه في اتنين تاني اهو بنفس الطريقة دي ويجي يقوم على طول وراهم مدي مدي مدات زي كده يقوم محشور فيه من تحت كده ويجي على المدات اللي على الارض ده يقوم ضاغط على الاعدة دي والاعدة اللي قصد منه اهو انا بس عشان ما يبقاش احنا ايه سيبنا حاجة في التقوية لان دي اشكال تقوية هتشوفها كتير في السوق يبقى دي عندي الايمة هو الايم ده بيسموه ساري في السوق او في المشاريع بيسموه بيجي يقوم مدي يعني مدات تاني في الارض بس ما بيسبتوش طبعا بالخوابير لانه بيكون على خرصانة او على ردم ما بينفعش فيه خوابير لانه هو بيروح هناك يزنق الاعدة التانية اللي قصد منها لو هي فيه قعدة منفصلة تانية قصد منها بيزنق فين في الاعدة التانية اللي بعد كده اللي موجودة عندي من تحت طب يا استاذ ما هو الايم ده او الساري ده لسه سايد بيقوم جايب له بقى حاجة تاني لوح تاني يروح مسبتو كده اهو يروح مسبتو فين في الايم ده التاني اللي بتاع الاعدة التانية كده شايفوا حاجة دك يكون حشره في الاعدة التانية يكون مسبتو كده طيب له طريقة تاني اه له طريقة تاني ممكن اوفر اللوح ما يكونش عندي لوح او هم جايب شكال تاني خالص وهم مسبتو فين مسبتو في المادات اللي على الارض وسبتو فين هنا اهو في المادات اللي على الارض ومن فوق او هم مسبتو ومديله طفشة من فوق اسمها اسمها ايه ضفضعة بحيث ما يسرحش معايا ضفضعة من هنا وضفضعة من وراء الايه من وراء الشكال بتاعي زي ما انت حياتك شايف كده اهي اهي الشكال اهو تماما باش مهندسين وادي الايه الضفضعة بتاعتي عشان ما تسحبش مني وضفضعة كمان بتبقى من فوق زي ما حياتك شايف كده كده وفرت خشب ووفرت شغل لو انا هسبتو بالايه بدلا ما سبتو بالوح من فوق اسبتو بالايه بحيث تلات حتة طفش زي كده هي بقى جامد ومية المية طيب يا باش مهندس لو انا عايز اسبتو كده هوا ويعني اديله حاجة اجمد او ام اديله لوح من فوق يمسك الشكالين مع بعض كده الاوايم دول عشان ما يتحركوش ولا يفتحوا على برة تاني خالص عندي وتبقى انا كده اويت الجنب بتاعي تقوية متينة تقوية جامدة مية المية ما فاش اي مشكلة خالص تمام بعد كده هل انا لي دلوقتي في يعني شكل تاني للتقوية ليه احنا بنقول كل شكل للتقوية او بنتكلم في كل الاشكال بتاعت دي ليه على السن انت هتشوف الكلام ده برا ممكن انت مدرسك او انت حادثك في الورشة باش مهندس قاعد شغال في ورشة العمل في مدرستك ومدرسك شرح لك الطريقة الايه الطريقة الاولانية خالص وبدأ يشتغل معاك على الطريقة الاولانية زي ما احنا شرحنا وقلنا المادات هيتسبت بالخوابير وبعد كده هيتسبت الجنب في مكانه بناء على الرسم اللي موجود عندي وسبتنا الجناب بتاعتي الاربع جناب او الجناب بتاعتي اللي موجودة وسبتناها من اسفل بالدوكم ومن اعلى بالايه بالشكلات بتاعتي طيب انا يعني شمعنا سبت الحاجات التانية واشتغلت في الحاجات التانية ايوا ده شغلك في المدرس ده اللي انت اخدته في المدرس ده المتاح بالنسبة لك في المدرس ولكن انا برا حسب حال الموقع بابدأ اشتغل حسب حال المشروع بتاعي بابدأ اشتغل فانا حال المشروع بتاعي ماينفعش اويه بدوكم وشكلات عندي عروق كتير اقوي بالعروق طيب يفرض ارتفاعها ارتفاع الاعدى نفسه عالي لو ارتفاع الاعدى نفسه عالي ماينفعش ان انا اقوي بالايه بالدوكم وشكلات فقط لغير لازم اديها الساردة والقوايم دي على الجنب لو ارتفاعها متر الله زي ما قلنا دلوقتي بالزبط كده اعمل لها مداد من اسفل يطرس او يضغط على العرق من تحت اللي في الاعدى دي والعرق اللي في الاعدى المقابلة لها وكمان من فوق اديها مادات تانية بس بيسموه شكال يا اما مايل يا اما عيدل يمسك من الا من اعلى زي على لوح التشكيل ويديله لوح من تحت ولوح من فوق او يعمل له ايه او يعملوا شكال مايل ويديله عرضة من فوق اسمها دفضاعة وعرضة من تحت اسمها ضفضعة تمسك الشكال بتاعي يبقى كده تقوى بقى تمام ولو عايز ازود الامان بتاعي ازوده ازاي اديله كمان فوق الشكال لوح اسمه لوح حبس طيب ابا شمهندس انا لو عندي العوارض دي محتوطة كده او الاوايم دي محتوطة كده اهي وحبيت اديله اديله لوح حبس ينفع اه اديله ما ادولوش ليه لوح حبس واورهولك ازاي بسرعة معايا معلش للامانة العلمية باجي انا على الابقاب بتاعي اهو ابقاب اللي انا اخدته عندي وادي الابقاب التاني اللي انا اخدت عنده او عليه المقاس بتاعي اقوم ادي ابقاب زي كده وابقاب من كده وابقاب طولي وابقاب عرضي الابقاب ده بيكون معدي بص اللوح ازاي بيكون معدي العرقين دول اهو يكون معد العرقين دوا اهو وامة دي من فوق حاجة اسمها لوح حبس زي كده اهو حضرتك بيقوم مسيكلي العرضة او مسيكلي الجنب بتاعي لان دي هنا بمثابة الايه الايمين دول بمثابة العرضة بقوم مثابته من برا بالايه يبقى اول الجنب من برا وجاني العرق دوت اللي هو المداد اللي تحت اولي الايه العرق من تحت طب ممكن يكون العرق اللي المداد اللي انا حطيته ده اللي هي اول جنب من تحت مش قصاد منه قاعدة اه ممكن ممكن يكون مش قصاد منه قاعدة طب اقويه ازاي بقوم اديله خبور دي حاجة من الحاجات اهي ادي ده خبور يا اما خبور خشبي يا اما خبور حديد اسبته في الارض بطريقة ميلة وام سمره او اديله خبورين في بعض طب يا استاذ في حاجة تاني اه ممكن يكون عندي حيطة او عندي حفر اقوم ادق في الايه المادات ده او احشره في الحفر بتاعي وابدأ ان انا ايه اعمل ايه يعني اديله اه يعني حاجة كده بحيث ان هي ايه ان هو ما يتحركش طيب باش مهندس كل دي التقوية بتاعتي كل دي التقوية بتاعتي وانها بمختلف الاشكال ومختلف المأسات بتمشي مع كل مأسات الاواعد بتمشي مع كل اشكال الاواعد بتمشي مع طبيعة شغلي تلاقي نفسك حسب طبيعة شغلك بدأت تتحرك حسب طبيعة شغلك بدأت تتكلم عارف كل حاجة جات عندي لو في حفر اقوي الجنب ازاي لو ما فيش مسافة كمان اقوي الجنب ازاي عشان اعرف لو انا عندي حفر مثلا في منشأ وخطيت الجنب ده لو تردم علي مش هينفع فلازم اشيل الحفر وابدأ اقويه يقويه في الحفر يقويه في المداد زي ما احنا عادنين كده يقويه بالساري اللي عندي زي ما احنا قلنا كده بحيث ان الخشب بتاعي ده لو تردم مش هتعرف تطلعه وهتخسر عدتك وهيبقى الدنيا مش مزبوطة وهتبقى الامور كده بايتش ايه يعني خلت معاك لان انا خشبي وعدتي بيبقى ليها نسبة هالك ونسبة الهالك دي يا جماعة يعني لازم ما تعديش مثلا العشرة في المية في مناطق بتعدي الربع اللي هي خمسة وعشر في المية زي مثلا ايه زي الاواعد مثلا لما بتكون تحت الارض بتعد الربع او بتكون هي على ايادوب الربع بتعدل عشرة في المية يعني طيب ليه بتعدل عشرة في المية لان الاواعد بيتقطع فيها خشب كتير وخاصة عشان كده في الاواعد بنقول ان احنا في الاواعد لازم نجيب خشب قديم المفروض بنجيب خشب ايه قديم في الاواعد كده كده الاعدة مش عايزة رونق معماري يعني جمالي او ولا حاجة هي عايزة تتصب بمقاسها المظبوط بحيث ما تقلش تزيد شوية لكن ما تقلش شوية ولو مظبوطة يبقى افضل تمام بعد كده ان انا يعني خشب ده لو حطيت او قطعت منه على مقاس قاعدة او كده ما يكونش خشب جديد ما يكونش خشب جديد فالقديم يمشي معايا في الايه في الاواعد وبعد اما خلص الاواعد ابدأت اجيب الايه اجيب الاعمال اجيب لها خشب جديد خشب نظيف عشان هتدي منظر معايا كويس الاعمال والكاميرات والاسقف والحاجات اللي هي ظاهرة دي بكده نكون وصلنا يعني بنشطى بكده في حلقتنا بس عايزين نفهم او نعرف احنا ايه النهاردة عدينا على ايه النهاردة وتحركنا في ايه النهاردة وتكلمنا على ايه النهاردة عرفنا الاعداء المنفصلة بنسبت لها الجنب ازاي بنجيب الجنب الاول حاجة بنجيب جنبنا ونبدأ نركبه ونبدأ نساوي الجنب ومن ناحية ونبدأ نصمر الايه نصمر العوارض بتاعتنا وكمان قبل ما نصمر العوارض العرضة بتاعت الجنب بنحاول نجيب امطة ونشحط الجنب شوية على اساس ان لو في فراغات او لوح يعني مقوس او لوح مش معدول يبدأ يتعيدل معايا وابدأ يثبت العوارض بتاعتي والعوارض بتاعت لما ثبتناها قلنا ان فيه بين كل ببدأ بين كل عرضة وعرضة 50 سنتي واول عرضة بتبدأ حسب طبيعة الشغل بتاعي ممكن اسيب 2 سنتي ونص حسب طبيعة الشغل ممكن اسيب 5 سنتي ممكن ما اسيبش حاجة ممكن اسيب 10 ممكن اسيب 30 سنتي حسب طبيعة الشغل بتاعي بسيب او من اول عرضة بتاعي عندي بسيب منها يعني مسافة تليق بالشغل بتاعي وببدأ بعد كده ان انا ثبت الجوانب بتاعتي القاعدة بتاعتي كلها وابدأ اخش على الرسم بتاعي اجيب الرسم واعرف مأساتي ومحوري فين وابدأ سند القاعدة واويها وبتكده نكون يعني وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا ويعني استمتعت معاكم بصراحة جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة